اشتركوا في القناة ارتيريو سكليروسيس من اسمه مرض بصيب الارتريس طيب اي ارتريس هم large and medium sized arteries تمام الفكرة تبعيته انه الارتري بالعادي اش بيكون smooth شو رح يثير thick and stiff بالتالي restricting blood flow الرارح لالورغانز والتيشوز هيعمل لي eschemic injury associated with localized arterial occlusion and dilatation الديلاتيشن للبلوت فيسلز يطلق عليه اسم aneurysm اذا aneurysm هي عبارة عن دايلاتيشن للبلوت فيسلز طيب تمام شو هو الاثيروسكليروسيس الاثيروسكليروسيس البروسيس رح يصير فيها الاثيروسكليروسيس انا عندي رح يصير البلوت فيسلز موجودة داخل البلوت فيسلز بالاخر ممكن يصيرها الاثيروسكليروسيس انا عندي رح يصير الابستركشن البلوت فلوو بالتالي eschemic injury للأورغانز والتيشوية اللي رح تتضرر من هذا الابستركشن طيب اي آرتريز بتصير برضو بتصير باللارج and medium sized arteries هاي النقطة كتير مهمة الارج and medium sized arteries طيب تمام أي نوع يعني ايش الامتل على الأرتيز هدول في عنا الأورطة ترتد إيليا كوريناري آن بوبليتل هدو الحفظ وكتير مهمين إذن الأثيروسكروسيز هي ما بتختلف عن الأرتيريوسكروسيز إلا أن الأثيروسكروسيز هو المصطلح العام والأثيروسكروسيز بيكون سببها أنه بيكون بالآخر ممكن نسي فيها كالسيفيكيشن طيب طبعا النقطة الثانية هو تبع الأرتيريال وال الأرتيريال وال بتكون عنا الأوترموست لير هاي هي الأكسترنا منسميها أو احنا نحن نحن عنها الأدفنتيشيا فيها كونيكتف تشو وفيها كولاجين فايبرز بعدين إنسايد ديس لير رح نلاقي الميديا هاي الميديا زي ما منلاحظ هذا شكل السموث موسيل سيلز وفيها إلاستيك تشو الإنرموست لير هي أهم واحدة أو اللي بتهمني بهذا الدزيز هي الأنتما الأنتما غالبا بتتكون من إندوثيليال سيل غالبا بتتكون من إندوثيليال سيل وهي ندارك كونتاكت مع البلود فلو البلود فلوين بيكون بيمشي هون باللومن تمام طيب شو الفكرة إنه الإنتما هي أهم إشي هلا الأرتيروسكروروسيز كاركترايز باي إنتما ليجين ثيكننج يلي إحنا نحكيها عنها أثيروما يعني الثيكنز تبع الإنتما بدر ما هو هيك رح يزيد ممكن يصير هلأ هذا الإشي رح يضيق اللومينا كيف الإنتما رح يزيد الثيكنز تبعها رح يصير في عندي هون ديبوزيشن للليبيدز أو الكولسترول والفات هاي هون صار في عنا ديبوزيشن رح يكون حوالي هون فايبرسكا وينفرض عها يجيها برضو أنا عندي ديبوزيشن لل الليبيدز والفات هلأ هذا الإشي عمل نروينج لللومين ورح يعثر على البلود فلو اللي بتكون لما صار في عنا إنتما الليجين ثيكنينج هذا الإشي منسميه أثيروما الإنتما الليجين ثيكنينج هذا اسمه أثيروما طب شو هي الأثيروما أثيروما أكوميلايشن ديبوزيشن وين بالتركة إنتما اللي هي الإنر لير أو آر ثيو وال المتيروما يوجد إيش أنا بلاقي داخل الأثيروما ماكروفاجز داخل ماكروفاجز في عنا الليبوز كوليسترول فاتي أسد هدو الموجود بالإنتما ممكن يكون في عنا كالسيوم و variable amount of fibrous connective tissue أوكي هلأ هاي الصورة رح نوضح الستيجز تبعي الأثيرو سكيلروس بشكل رئيسي بيكون في عنا إندوسيلي الإنجويل الإندوسيلي الإنجويل إيش بتصير ممكن من الهايبرليبيديميا ماهو أنا أنا أربط الموضوع عن أثير سكيلروسيس في عندي deposition للفاتس فشكل رئيسي رح كون في عندي هايبرليبيديميا lipids زيادة بالبلود شغل الثاني هايبرتنشن والسموكين هلأ صار في عنا اندوسيلي سل انجويل بعدها رح تزيد عنا البرميابلتي لما تزيد البرميابلتي بتنتهز الفرصة الليبيدز كانت الليبيدز باللومين بتروح بتفوت على الانتما بعد ما تفوت على الانتما طبعا اي لبيدز عنا اللودن سيتي لايبو بروتيينز موليكيول بتفوت داخل الانتما هلأ رح سيه في عنا منلاحظ هون ايش هذا هذا عبارة عن ادهيجن موليكيول يلي بيكون باسكولر سيل ادهيجن موليكيول رح يزيد عنا يحمل انهانسمن ل الادهيرن سوف مونوسايت و تي سيل حتى ايش يفوتوا برضو داخل اللومين ايه داخل الانتما عفوا حتى يفوتوا داخل الانتما هلأ ايش شرف في عندي موجود بالانتما ليبو بروتيين موليكيول و ماكرو مونوسايت و تي سيل المونوسايت سي رح تصير ماكروفاجز يلي وضيفتها تعمل فاقوسايتوس هاي ماكروفاجز عملت فاقوسايتوس بيصير اسمهم فومي هستوسايت اهلا بعدين بعد ما تكون عنا الفومي هستوسايت رح يصير في عنا تكوين السرمبوس ايش اللي رح يطلع عنا رح يطلع على الانجوثيلي السيلز يكون عنا موليكيول مثل ايش مثل الفون وال البراند فاكتور هادي رح يعمل انهانسمنت ل البلايتلت الادهيرن ستسب ابيثيليل البلايتلت الادهيرن ستسب ابيثيليل وبردو رح يعمل ريكروتمنت للسموث مسل زي ما احنا هون شايفين سموث مسل ريكروتمنت عم تيجي لمنطقة الاثيروما ما النتيجة منلاحظ هاي تكونت الاثيروما ممكن بعدين يصير في عنا ربجر للفايبراسكاب اوكي طبعا هادا اللي هون تكون هو الفايبراسكاب ممكن بعدين يصير في عنا ربجر للفايبراسكاب وتطلع لبلاتة تصير في عنا ثرومبوس فورميشن هاي الصورة بتجمع عنا كل الخطوات اهم اشي انه لازم نركز على انه لودن ستلايبو بروتين يلي ما نسميه باد كولسترول زادت البرميبوليتي بالاندوثيل سيل انتهز الفرصة وفاتعة الانتما صار انتما اللودن ستلايبو بروتين النقطة المهمة الثانية اللي نسيت احكيها قبل انه اكسيدايز اللودن ستلايبو بروتين بصير الاكسيدايز وبعدين بفوت بعدين ماكروفيجز بتعمله فاقوسايتوس وتتكون عنا الفومي هستوسايت تمام هاي الصورة بتجمع كل شي نحكي هلا عن الريسك فاكتور سبعوني الاثيروس في عنا كتير رسك فاكتور اهمها اللي مذكورين هون الريسك فاكتور الاج الجندر الجينيتيكس ميجر موديفايبل رسك فاكتور ركز على موديفايبل هايبرتنشن سيجريت سموكين هايبرليبيديميا سيما حكينا هدو الأهم الأسباب للإندوثيل سيجري ديابيتس ملاتس في عنا بردو انكريز لايبو بروتين اي انفلميشن وهايبر هوموس سيجريميا بالنسبة للأيج كل ما زاد العمر بتزيد الانسيدنس اللي تبين الاثيروس كروسيز او الكمplication سبعوني فأنا عندي الانسيدنس of ميكارد الانفرشن as a complication increase 5 بوض between age 40 and 60 years بالنسبة للجندر هي موجودة عند المن أكتر من الومن النقطة المهمة الثانية انه premenopausal women protected against atherosclerosis شو السبب عندنا هرمون الاستروجين بعد هيك بعد المنوبوز الانسيدنس بتزيد عند الومن وممكن تتخطى المن بعد المنوبوز الشغلة الثالثة الجينيتكس 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 بتأثر على atherosclerosis atherosclerosis ولازم نعرف ان atherosclerosis وال ischemic heart diseases multifactorial فالهم علاقة بال familial clustering لل hyper tention diabetes familial hyper cholesterol نيجو للم major modifiable risk factor اول نقطة الhyper lipidemia الhyper lipidemia لازم نركز على low density lipoprotein زي ما حتنا ليش لانه هو bad cholesterol low density lipoprotein essential rule طبعه بعمل delivering cholesterol للpreferral tissue بينما high density lipoprotein high density lipoprotein هذا منسمي good cholesterol high density lipoprotein منسمي good cholesterol ليش شو بالضبط بعمل mobilizes cholesterol from developing and existing atheroma and transport it to liver for binary exception يعني انا بصير في عندي atheroma صار فيها lipids تجمعت وصار في deposition بيجي good cholesterol اللي هو high density lipoprotein بعمل mobilizes الكوليسترول الموجود بالاثيرoma بيودي لها liver حتى يعمل بال binary exception بالتالي بربط انا انه high levels of high density lipoprotein مرتبطة بال low risk incidence of ischemic heart diseases في عندنا high dietary intake of cholesterol اذا واحد بياخد كتير cholesterol saturated fats بتزيد عندنا البلازما cholesterol بس الضياتية اللي قليلة بالكولسترول ممكن تحمي الواحد من هاي الامراض النقطة التانية هي الhypertension الhypertension عندنا لما يزيد السيستوليك او الدياستوليك pressure عن الوضع الطبيعي ممكن يقدي لنا زيادة الريست 60% للإسكيميك heart disease طبعا لما يزيد الhypertension زي ما بنعرف رح يزيد عندنا ال after load فبالتالي بتعمل left ventricular hyper trophie ممكن يقدي لما يكارد الإسكيميا الشغلة الثالثة cigarette smoking السموكينج معروف انه هو بسبب كتير أمراض وكتير مؤذرة للجسم ف مؤذرة 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 المهمة يعني إذا الواحد بأخذ بدخن بكتين باليوم على مدة طويلة هذا الإشي بزيد عنا الrate للإسكيميك heart disease اللي هتصير بعملها دبل الربع الربع ديابيتس ملتس الديابيتس ملتس في عنا meatfold increased risk of atherosclerosis induced can be in lower extremities increased lipoprotein A inflammation و hyperhomocystinemia homocystine levels correlates with coronary atherosclerosis و peripheral vascular disease stroke and venous thrombosis إذن نربط الhyperhomocystinemia بتلت أشياء عنا coronary atherosclerosis peripheral vascular disease stroke and venous thrombosis بالنسبة للإنflammation إحنا حكينا لما حكينا عن stages تبعية atherosclerosis كان فيه عندنا inflammatory cells الآن inflammatory cells بتكون العلاقة بال plaque والprogression تبعها والrupture بالآخر فبالتالي systemic marker for inflammation اللي هو C-reactive protein C-reactive protein بيكون موجود بالمطقة اللي فيها atherosclerotic lesions بعمل activated endothelial adhesion and increasing platelet adhesiveness and inducing pro-thrombotic states increase lipoprotein a loadensitilipo هو مثل loadensitilipo protein بعمل competes مع plasminogen in clots reducing its ability to form plasmin and clean the clots يعني طالما أنا بزيت عندي lipoprotein a رح تقل عندي clearing ل clotting اللي فيه modifiable risk factors الثانيين أهمها حكينا l-opicity الواحد إذا بيأخذ كتير cholesterol physical activity بتأثر stress type a personality في post-menopausal estrogen deficiency hardened trans unsaturated fat intake هلأ هون نشوف disease progression بيكون عنا بالبداية هاي هون بوجرنا النورمال عادي في lipids بالblood تنش بشكل طبيعي بعدين بتزيد lipids في عنا اش اسمه fatty streak هذا اش مهم شو هو عبارة عن lipid accumulation زي ما ملاحظ هون هاي زاد lipid هو بالاصفر lipid lipid accumulation both extracellularly و intracellularly يعني ممكن يكون extracellular و intracellular وين بالmacrophages او بالsmooth muscle cell يعني lipid laden macrophages بعدين صار في عنا plaque formation بالاخر ممكن تؤدي لها stenosis اهلا رح نشوف السلايدات بشكل سريع عشان نظم انه غطينا كل اشي في عنا نقطة نسيت احكيها انه الثيرو cyclurosis بيبلش بالchildhood واذا كان في عنا absence اذا كان في factor استعمل accelerating ما كانت موجودة ممكن يبين ها بعدين بالold age حكي انا كيف بتكون هون هون الثيرو sclerosis نشوف في بالاورطة في عنا lipid accumulation حكينا هون بيصير بالاورطة kerated iliac وcoronary popletal arteries المهم اهم شغلة هون انه المي cardinal infarction cerebral infarction and aortic aneurysm عبارة عن major consequences لل disease حكينا الconstitutional factors hyperlipidemia ركزنا على loaden satylipoprotein هو bad cholesterol وحكينا hyden's lipoprotein هو good cholesterol وبعمل transport للكلسترول من الاثيرومة للليفر hypertension انه بزيد عنا lift ventricular hypertrophy cigarette smoking diabetes melitus حكينا انه في عنا hundredfold increase risk of atherosclerosis induced gangrene below extremities additional risk factor inflammation ركزنا على seri active protein بحيث انه inducing pre-thrombotic state hyperhomocystinemia ربطناها بالcoronary atherosclerosis peripheral vascular disease وvenous thrombosis و lipoprotein A level لانه مثل loaden lipoprotein ممكن يدين ل atherosclerosis هلأ اللي حكينا الفاتي streaks هي lipid accumulation extra cellularly و intra cellularly هلأ بعدين في عنا ايش اسمو stable atherosclerotic plate هاي انه انا صار في عندي lipid accumulation وين الليبود صار بالcenter وصار حوالي بعدين inflammatory cells شو هاي inflammatory cells lymphocytes macrophages وفي حواليهم smooth muscles فصار في عنا بعدين fibros cap هاي طالما في حواليها fibros cap stable atherosclerotic plate اذا شو هي بدنص انا في عند lipid حوالي inflammatory cells lymphocytes macrophages حواليهم smooth muscle و fibros cap covered them حتى نعمل stable atherosclerotic plate هلأ ممكن يكون في عنا ايش اسمو unstable atherosclerotic plate الفكرة تبعيتها انه انه انصار في عندي enlargement لال plate بسبب زيادة ديبوز انتظار عن inflammatory cell بالتالي عنا narrowing للفيصل اكتر وممكن بالاخر تعمل compression لل fibros cap وتعمل apoptosis لل smooth muscle cells و degeneration لل extrace cerebral matrix فبيصير unstable plate وتعمل برضو fatty streak اذا زاد عنا inflammatory reaction زادت الب صار في عنا compression لل fibrous cap apoptosis of smooth muscle cells degeneration of extrace cerebral matrix unstable plate هاي بهاي الصورة fatty streak هما اللون الاصفر اوكي هلعنا اثير السيكلورياتيك بلايك ايش فيها فيها cells مثل smooth muscle macrophages t cells extrace cellular matrix بيكون collagen و elastic fibers و intrace cellular extrace cellular repits وشغلة مهمة انه على ال preferral تبع الليجن بيكون في عنا neovascularization كيف ترتيب الفيسلز اللي بتتأثر بالاثيروس من اكتر ايش للاقل في عنا اللور abdominal aorta coronary arteries popletal arteries internal carotid arteries and vessels of circle of willis high circulatory anastomosis that supply blood to the brain and surrounding structures complications of atherosclerosis ممكن سير rupture و ulceration ممكن سير عنا hemorrhage وعنا بالتالت athero embolism والرابعة aneurysm formation اشتركوا في القناة